عندما تبحثوا في أرشيف الصحف عن كلفة نقل المونديال لللبنانيين عام 2018 عبر تلفزيون لبنان والكبلات تجدوا رقم الخمسة ملايين دولار هو الرقم الذي قيل في الصحف يومها أنه سيدفع لشركة سما مالكة الحق الحصري لتوزيع قنوات البيئن سبورت في لبنان وذلك لنقل المونديال تستمع إلى حفل شركة سما قبل انطلاق كأس العالم لا تعثر على إجابة حول الكلفة الحقيقية بعد ثلاث سنوات تقريبا على مونديال 2018 وقبل عام على مونديال 2022 حصلت الـ LBCI على معظم العقود الموقعة يومها وبعض ملحقاتها والفواتير والمرسلات كلها تشير إلى أن لبنان دفع عام 2018 لشركة سما 10 ملايين دولار لنقل المونديال عبر الدشات وتلفزيون لبنان أرضيا هذا الرقم كان أعلن عنه وزير الاتصالات السابق محمد شئير عام 2019 أي بعد عام فجاء رد المدير العام السابق لتلفزيون لبنان طلال مأديسي سائلا إذا كانت الشركة المعنية طلبت 5 ملايين فقط فمن قبض الخمسة ملايين الأخرى يومها رد جمال الجراح ليقول بأن المبلغ المطلوب كان 12 مليون فخفض إلى عشرة إذن عشرة ملايين دولار دفعت لشركة سما ووكيل البيئن في لبنان وثم تلتباس حول الرقم كيف توزعت العشرة ملايين دولار في الـ 2018 كانت هناك لجنة وزارية برئاسة سعد الحريري وعضوية وزير الاتصالات جمال الجراح والإعلام ملحم رياشي والشباب والرياضة محمد فنيش لجنة يجب أن تسأل على أي أساس فاوضت وهل كان الهدف من المفاوضات تخفيض السعر إلى الحد الأدنى فعام 2014 دفع لبنان ثلاثة ملايين دولار علما أن تلفزيون لبنان نقل المباريات من دون اتفاق بينما دفعت الدولة عام 2018 عشرة ملايين دولار عام 2018 تشير عقود الرعاية مع شركتين الخلوي MTC وألفا إلى أن الشركتين دفعتا لسما ست مليون دولار يضاف إليها التفئة حتى تسمح سما لأصحاب الديش للكابلات السلكية ببث قنوات البينسبور إلى اللبنانيين في منازلهم من دون دفع بدل المبلغ كبير جدا ويحقق أرباحا كبيرة لشركة سما إذن عام 2018 دفعت شركتين الخلوية عن أصحاب الديش من أموال لبنانيين 6 مليون دولار في حين أن سما دفعت في هذا المجال للبينسبور للسماح لها بتوزيع المونديال 2.5 مليون دولار ما يعني أن سما حققت هنا أرباحا تصل إلى 240% وهي نسبة تفوق بكثير ما هو متعارف عليه بالربح التجاري حتى ولو قالت سما أن هناك مدفوعات أخرى مترتبة عليها في هذا المجال فلابد من التذكير بأن 6 مليون دولار مدفوعة فقط عن المشترك المنزلي بالديش وليس المنافذ التجارية والمطاعم والمقاهي والصلاة والأماكن العامة والاشتراكات الفردية التي تخضع إلى ألية تسعير وعقود مختلفة وكذلك لا يشمل هذا العقد المشترك لدى شبكات البث الهوائي أو بواسطة الـ IPTV فكل هؤلاء تقضت سما منهم وعنهم أرباحا وإرادات مادية إضافية للسماح لهم بنقل المونديال ومشاهدة المباريات ولدى التدقيق ببعض الحسابات الرسمية لشركة سما يتبين أنها باعت فنادق ومطاعم والكيبل فيجن وتوأمها واشتراكات فردية خاصة للمنازل بمبالغ كبيرة إذن حققت شركة سما أرباحا طائلة من هذا المبلغ الكبير ضيفوا على ذلك أن توقيع العقود أيضا تم في 14-6-2018 أي في تاريخ انطلاق المونديال 2018 والإعلان عن الاتفاق تم قبل أيام فقط وهو ما سمح لسما ببيع المزيد للاشتراكات الفردية الخاصة إضافة إلى 6 ملايين دولار لقاء نقل أصحاب الدشات للمباريات تقادت سما أربعة ملايين دولار بحسب العقد الموقع مع تلفزيون لبنان والذي لم تسبح إدارته ولا وزارة الإعلام بتسليمنا نسخة عنه بموجب حق الوصول للمعلومات هذه الأربعة ملايين دخلت حسابات شركة سما لكنها تقول إنها عادت ودفعتها لشركة بينسبورت هذا المبلغ ضفع للسماح للمواطن لبناني الذي لا يملك دش بمشاهدة المباريات عبر تلفزيون لبنان عبر المحطات الأرضية عبر الأنتان لمشاهدة المباريات فهل كان المبلغ الإضافي أربع مليون دولار الذي دفع يوازي جودة الخدمة التي يحصل عليها المواطن عبر الأنتان علما أن شبكات الدش السلكية والمقاهي والمطاعم والأماكن العامة وشبكات البث الهوائي تغطي المساحة الأكبر من اللبنانيين الراغبين في متابعة المونديال البعض سيقول إن تلفزيون لبنان تم بثه أيضا عبر الكيبل الأرضي ولكن ما قيمت ذلك إذا كانت الدورة دفعت 6 ملايين مقابل نقل قنوات البيئن عبر الدش ألم يكن بالإمكان تفادي جزء من كلفة البيئن على الكيبل طالما أن تلفزيون لبنان منقول أرضيا عبرها وهنا لا بد من الإشارة إلى أن بعض أصحاب الدشات الذين تواصلنا معهم أكدوا أنهم خصروا على تلفزيون لبنان فقط وليس على البيئن سبورت التي دفعت الدولة ثمن باقتها 6 مليون دولار كلفة الدفع إذن 10 ملايين دولار من دون تفاية لكن هل تصدقون أن الفواتير التي دفعتها شركة الخلوي لشركة سما عن المونديال 2018 أكبر مما هو منصوص عنه في عقود الرعاية الموقعة مع سما؟ في الجزء الثاني دكانت إدارة المال العام ترجمة نانسي قنقر